بسم الله الرحمن الرحيم التي شهدت مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة بما يأتي أولاً قيام المحافظات بتهيئة المتطلبات الأمنية والخدمية استعداداً لحلول عيد الأضحى المبارك بما يمكن المواطنين من الاحتفال بهذه المناسبة بأفضل وجه وتسهيل ذهاب حجاج بيت الله الحرام وعودتهم سالمين إن شاء الله ثانياً مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة تقرر قيام السادة المحافظين بمتابعة التزام أصحاب المولدات بساعات التشغيل والمبالغ المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ثالثاً متابعة وزارة النفط والسادة المحافظين عملية تجهيز مادة القاز لأصحاب المولدات وفق المعادلة المحددة وعدم تأخير التجهيز لتلافي حصول نقص في ساعات التشغيل والتنسيق العالي بين المحافظات ووزارة الكهرباء رابعاً قيام وزارة التربية باستكمال المتطلبات التي تحتاجها الصفوف المنتهية للامتحانات وتهيئة وسائل الراحة والأجواء المناسبة وتولي وزارة الكهرباء تجهيز المراكز الامتحانية بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر خلال فترة الامتحانات خامساً ضرورة استثمار العطلة الصيفية من قبل وزارة التربية والمحافظين والمجالس لإجراء الصيانات اللازمة واستعدادات العام الدراسي المقبل وممكن إشراك فريق الجهد الخدمي وفق ما لديه من موارد سادساً استمرار جهود وزارتي الزراعة والتجارة لاستكمال موسم تسويق المحاصيل بنسيابية وعدم التأخير وصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين سابعاً تتولى المحافظات المشمولة بالموسم الزراع الصيفي التنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية لتنفيذ الخطة الزراعية والالتزام بالحصص المائية ثامناً تتولى الوزارات المعنية القيام بحملات مكافحة الآفات والحشرات لحماية المحاصيل الزراعية بسبب زيادة انتشارها مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونظراً إلى حجم التخصيصات للمشاريع الاستثمارية المقرة للمحافظات في عام 2023 والأمانات المتوفرة لديها وبهدف تمكين المحافظين من تنفيذ المشاريع بالشكل الأمثل تقرر ما يأتي أولاً للمحافظة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط تعديل الخطة الاستثمارية للمشاريع المستمرة لعام 2023 من خلال إعادة توزيع التخصيصات وكذلك إعادة توزيع الأمانات بين المشاريع شرط ضمان عدم تصفير التخصيصات أو الأمانات لأي مشروع مع ضمان استمرار وعدم توقف المشاريع المناقل منها ثانياً تتولى وزارتي التخطيط والمالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه أولاً أعلاه خلال مدة عمل لا تتجاوز عشرة أيام من تأريخ وصول طلب المحافظة إلى وزارة التخطيط على أن يشمل ذلك تعديل المشاريع الاستثمارية لعام 2024 لاحقاً وفيما يتعلق بحماية المواقع الأثرية في المحافظات تقرر ما يأتي أولاً قيام المحافظات بتخصيص درجات عقود إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار للعمل على حراسة المواقع الأثرية ومن أهالي المحافظة حصراً ثانياً قيام وزارة الثقافة والسياحة والآثار والمحافظات بالتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تدريب الحراس وتجهيزهم بالمستلزمات المطلوبة ثالثاً التوصي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأن تخصيص درجات العقود المذكورة إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار وفي مجال دعم القطاع الرياضي وتطوير كرة القدم العراقية تقرر تعديل قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم ثلاثين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بإضافة الآتي أولاً قيام المحافظات بتخصيص مبلغ ثلاث مليارات دينار سنوياً إلى الأندية غير المؤسساتية المشاركة في الدور الممتاز من تخصيصات النفقات التشغيلية عن طريق المناقلة أو من إيرادات المنافذ الحدودية أو من تخصيصات مشاريع البترو دولار أو من وزارة المالية على أن يتم تأليف لجنة تعنى بتقديم الإحتياجات الحقيقية ثانياً يخصص النادي مبلغ 750 مليون دينار منها لتطوير البنى التحتية والبرامج والملاكات العاملة وعلى النحو التالي أليف مبلغ 650 مليون دينار لتطوير وتأهيل البنى التحتية باء مبلغ 100 مليون دينار لتطوير البرامج والملاكات العاملة ثالثاً خضوع الأموال المصروفة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي رابعاً يقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم لائحة بالأندي المشاركة بدور المحترفين والممتاز بشكلٍ سنوي خامساً التأكيد على المحافظات المعنية بتنفيذ قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم 30 لسنة 2023 واستناداً إلى ما طرحه في الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والنقابات والاتحادات الذي عقد أمس السبت فيما يتعلق بتخصيص قطعة أرض في محافظة بغداد لإنشاء دار لإيواء كبار السن من الفنانين وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ودائرة عقارات الدولة في وزارة المالية وأمانته محافظة بغداد لدراسة الطلب وتقديم المقترح اللازم بشأنه وفيما يخص الأتمة والجبايا الألكترونية في مديريات الماء والمجاري والبلديات جرى التأكيد على استمرار تنفيذ النظام البرمجي المتكامل لأتمتت عمل مديريات الماء والمجاري والبلديات والجبايا الألكترونية المتعاقد عليه من قبل وزارة الإعمار والإسكان وتخول المحافظات صلاحية متابعة حسن تنفيذ العمل من قبل الشركة المنفذة ورفع توصياتها إلى الوزارة المنفذة ومن أجل تنظيم العمل بالجانب الاستثماري في المحافظات جرت الموافقة على تعديل البند قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم خمسة المتخذ في الجلسة السادسة المنعقد بتأريخ 17 آيار 2023 ليتضمن تأليف لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظة وعضوية الجهاد ذات العلاقة تتولى إعداد خارطة استثمارية للمحافظة ورفعها إلى مجلس المحافظة للمصادقة عليها استناداً إلى أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل فضلاً عن إلغاء البند الثاني من قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات آنفاً شكراً